أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم وافلون لقد هق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين عيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وزرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما خززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاو المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طاعركم وأكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذر لا تغن أني شفاعتهم شيئا ولا ينكذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما وفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على الإباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محزرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من الأيون ليأكلوا من ثمره وما أملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستكر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه مناذل حتى آدك الأرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النهار وكل في فلق يسبحون وآية لهم أننا حملنا زريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقزون إلا رحمة منا ومتاعا إلهين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا أنها معرضين وإذا قيل لهم أنفكوا مما رذككم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطأمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واهدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفح في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا بيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واهدة فإذا هم جميع لدينا محزرون فاليوم لا تزلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكحون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكعون لهم فيها فاكحة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم فامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم أدو مبين وعن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمصنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وكرآن مبين لينذر من كان حيا ويحب القول على الكافرين أبا لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أن آمن فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها مناف ومشارب أفلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محزرون فلا يحسن ققولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أبا لم يرى الإنسان أنا خلقناه من نتفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الإظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أبا ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاك العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم